القدرة على تذكر المواقع والأماكن والاتجاهات تتأثر بالنوم العميق وتقطعه بسبب توقف التنفس الدراسة الأمريكية التي أجراها فريق من الباحثين في المركز الطبي لجامعة نيويورك توصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون انقطاع التنفس أثناء النوم من دون الأجهزة المساعدة للتنفس تكون ذاكرتهم المكانية أسوأ مقارنة بأولئك الذين يستخدمون الأدوات المساعدة لعملية التنفس ويعتقد الباحثون أن بعض الأشخاص ربما يجدون صعوبة في تشكيل ذاكرة مكانية جديدة في حال معاناتهم من نوم متقطع بسبب توقف التنفس وقد تستغرق مدة الانقطاع ثوانية عديدة لكنها تؤدي إلى الاستيقاظ بحالة تعب وضيق وإنهاك بسبب ذلك الدراسة التي نشرتها دورية العلوم العصبية أشارت أيضا إلى أن الحلم أثناء النوم مهم جدا لكن ذلك تم إثباته فقط في ذاكرة النماذج الحيوانية بينما لم يتم التأكد منه فيما يتعلق بالإنسان وذاكرة المكانية نوع من أنواع الذاكرة التي تخزن في الدماغ وهي تساعد الأشخاص في تذكر كيفية الوصول للمدرسة مثلا أو للعمل أو حتى المكان الذي تركوا فيه سياراتهم كما أنها ضرورية لأنها تتأثر ليس فقط بتنفس الإنسان إنما بتوتره وحالته النفسية وترتبط ارتباطا وثيقا بهرمون الكورتزول المسؤول عن التوتر في الستوديو هنا معنا اختصاصي الطب الباطني وطب النوم وأمراض الرئاءة دكتور هادي جردارك دكتور أهلا طبعا أنت فضلت داليا علي في موضوع التنفس قبل أن تدخل إلى الستوديو وقلت أنه داليا هي أفضل يعني من وجهها يعني غريب داليا استغربتي أنت من الموضوع جدا أسألت دكتور هل تستطيع أن تحدد دكتور بن يعاني من مشاكل في النوم فقط بنظر على الوجه أنا فضلت داليا مش بس بالنوم كل شيء طبعا الشكل الوجه بأثر على النوم لأنه كل ما يكون منطقة الوجه هاي المنطقة الموجودة كل ما تكون منتفخة أكبر وبعد لبره كل ما يكون مجرى الهواء أوسع كل ما يعاني أقل الشخص من مشاكل الشخير وتوقف النوم توقف النفس أثناء النوم بناء على ماذا؟ على الولد الطفل لما هو عم يكبر لما يتوقف يتنفس من منخار وفي كتير أطفال يتنفسوا من الفم يكونوا عندهم من منخار مسكر هاي دي بتأدي لتديق بالمجرى الهواء إلى أنه مش عم يستعمل وخصوصا من عمر يوم لست سنين فبقى بتربع معه للولد وبتأدي لتديق بالمجرى الهوائي وبتأدي لعدم انتفاخ أو عدم خروج العظم لبره بالوجه وهي دي بعلمونا نحن عم نعمل اختصاص نشوف الشخص هو قاطع يلي بيشخره لا بدون ما يحكي لأنه هاي المنطقة اللي هون منها منتفخ عند داليا سمالة هاي الوجه المثالي إذا بدك عند للنوم ولا مشاكل النوم جميل لكن دكتور لا قلوه طبيعي دكتور عندما نتحدث عن توقف التنفس أثناء النوم عند الكبار هل الأسباب هي فقط بسبب مشاكل صحية أم ربما هناك يعني مشاكل نفسية قد تؤثر على النوم أيضا المشاكل نفسية مش موجودة بالنوم لما نخفى لما ننام بترتاح نفسيتنا أو أتليست مبطل نحن نعمل كنترول عليها سو هي أكتر نوعين إذا بدك توقف النفس أثناء النوم نوع لأنه عم يسكر المجرى الهوائي وهيدي الأمراض الانسداد بالمجرى الهوائي وفي نوع تاني الدماغ ما بيبعث سيجنل ما بيبعث أمر لأنه يتنفس الشغلتين مختلفين تماما بالأسباب ومشاكلهم إنما إذا بدك تنحكي شوي بقصة الزاكرة شغلة كتير مهمة ومش بس عند الكبار عند الأطفال وعند الأدوليسنت يعني أعمارهم العشرة للعشرين سنة كتير كتير مهمة هالموضوع اللي أثرتوه اليوم أنتوا لأنه النوم خمس مراحل واحد صاحي نوم سطحي هنه two stages مرحلتين نوم غميء مرحلتين ونوم نسميه نحن بالإنجليزي rapid eye movement يلي هو بيكون الجسم بحالة شللتين إنما الدماغ واعي عم يلعب مبسوط هون لما منحلم هون منكون عم نحلم بهذه الدراسة يلي فرجوها حديثا هو أنه هالمرحلة يلي هي بتعمل تقريبا من عشرين لثلاثين بالمية من مجمل وقت النوم هالمرحلة لازم تكون موجودة ووجودة أساسي لعدة أمور واحدة منهم الذاكرة يلي هي موضوع اليوم بس أي ذاكرة دكتور يعني نحن نتحدث عن كل شيء أنا عندي مشكلة زي ما حكيت قبل قليل رح أنساك بعد ما تطلع من الستوديو مش لها الدرجة عم نبسطها كثيرا ما هي نوع الذاكرة مكانية زمانية هي زمانية بس مش بس زمانية هي بتعتمد على كل شيء ورح أعطي مثل الصغير كتير إذا بيدرس طفل أو ولد بالمدرسة بيدرس فصل وبينام عشر ساعات بيوع الصبح لقت منه سبعين بالمية تمام إذا ذات الشخص بيدرس فصل وبنام خمس ساعات بيوع تاني نهار لقت منه أربعين خمسين بالمية النوم أساسي لنخلي الزاكرة تتعبش تطلقت بالمعلومات بس هذا مش تعارض دكتور مع الأبحاث اللي عم تطلع أنه الطفل أنه يجب أن ننام ثمان ساعات مع تقدم العمر بدأت قل فترة النوم ما في تعارض بين القضيتين ما بين البحثين من سفر لشهر بدو ينام عشرين ساعة بالنهار من شهر لسبة شهر 18 ساعة 16 لـ 18 من ست شهر لست سنين 14 لـ 15 من ست سنين لـ 18 سنين لازم ينام عشرة لـ 11 ساعة لما تشوف أنت ولد عمره 11 سنين عم ينام ست ساعات لأنه مقضي وقته على الآيفون أو الآيباد أو المتافر سمارتفون طبعه هذا عم يضر صحته نحن الأهل مرات ما عم يوعوا لهذا الشيء المماري منهم الأداء بالمدرسة منهم كل حياته تتغير وتتأثر بهذه المواد لما نوصل نبلغ فوق 18 من الـ 18 لآخر العمر من السبعة للتسع ساعات إذا نبنى أكثر من تسع ساعات مش منيح وإذا نبنى أقل من سبع ساعات مش منيح واثنينتهم شر فبقى النوم أساسي كميته متواصل؟ أفضل متواصل بعد الظهر النابسي اللي منيخدهم ما لازم نعمل نوم عميق لازم نعمل إذا بدأ نعمل غطة من 10 ل 15 دي نضل بالنوم السطحي هيدا المنيحة نسميها بالإنجليزي power nap إنما إذا نبنى بعد الظهر ساعة أو ساعة ونص وفتنا بالنوم العميق هيدا الشيء بتأثر سلبا علينا ولكن دكتوري في بعض المرات عندما نتحدث عن الكبار عندما ينامونا 6 أو 8 أو 9 ساعات يسترقز الإنسان في بعض الأحيان ويشعر بتعب وإرهاق هل هذا مؤشر على أنه ربما لديه مشاكل أثناء النوم؟ لما ننام نعرف نحن نايمين بس ما نعرف شو عم يصير معنا لأنه متكون الوعي طبعا عنه موجود في كتير ناس بيوعوا تعبنين لأنه بيكون النوم متقطع منهم وبيكونوا عم يوعوا وعم يصحوا بشكل متكرر إنما لا يدركون هالشي هنه هيدا مثلا انسداد النفس أثناء النوم اللي هو عم يحكي عنه هلأ لما ينسد النفس بيوتى الأكسجن بالدم الدماغ بده يصحى مش ضروري يصحى مثل كأنه أيمين ناكل بيصحى يتسرع الدماغ وبيطلع من النوم العميق للنوم السطحي وبيرجع بيغفى لما يفتح النفس طبعه وبترجع بتنعاد تصوري مثلا أنه في مرضى ستين مرة بالساعة يتسرع الدماغ طبعه من الدماغ والقلب وبيوتى الأكسجن ها مشكلة أكسوية هيدا حتى لو نام خمسة عشر ساعة هيدا منه نوم مفيد لأنه نوم طبعه وتقطعه طب بشكل سريع عشر ثواني يلا الحبوب المنومة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ويجب تفديها يجب التوقف عنها بالذاكرة وبالالسهايمر هلأ كل شيء اسمه من عائلة البنزوديازيبين فاليوم ديكزوتانيل تسبب الألسهايمر مايبي موضوع تاني إن شاء الله ضروري نفتحه في مرة مقبلة شكرا لك دكتور هادي جرداق أنا اللي ربما تعديت على داليا اليوم لأنه أنا عندي مشاكل بالنوم داليا وضحة سليم ما عندها مشاكل سألتك أكثر من داليا شكرا لك دكتور هادي جرداق أنت معنا طبعا أخصائي الباطني وطب النوم شكرا